اليوم مستد سالم لو بديت معك وسألتك عن الصورة النمطية عن المملكة العربية السعودية النفط وحاولت بعض الدول أن تلصق أيضا الإرهاب بالمملكة العربية السعودية اليوم في هذه الزيارة هناك جانب استثماري وهناك أيضا جانب ثقافي وهناك أيضا جانب سياسي بالتأكيد كيف يمكن لهذه الزيارة أن تغير من الصورة النمطية ولا سيما حديث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للإعلام الأمريكي وتحدث بشفافية وبوضوح وخاطب الرأي العام الأمريكي بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أخي ياسر وحيي السيدات وسادة المشاهدين وحيي أخي سعد العميد يعني في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في هذا اليوم وهذا اليوم هو 23 اليوم العالمي للسعادة نحن في المملكة مبتحجون مقتبطون في الحقيقة يعني وهذا ما نقرأه على وسائل التواصل وما نلمسه من الناس من هذه الجولة حقيقة التي بدأها سمو الأمير بجولة إقليمية ثم بفاعل دولي مملكة المتحدة واليوم مع قطب من أقطاب صناعة السياسة في العالم سؤالك مهم في الحقيقة يعني هذه صور نمطية يعني حاول البعض تثبيتها عن المملكة العربية السعودية وترسيخها في الذهنية وفي المخيال الثقافي والسياسي إلى حد ما الغربي اليوم في الحقيقة هناك مجموعة من الأذرع هناك القيادة السعودية هناك الذراع الدبلوماسي وشاهدنا الأحاديث التي تفتح لها وسائل الإعلام الأمريكية أبوابها على مصرعيها شاهدنا أيضا الحديث مع سمو الأمير قبل سفره عبر القانوات الأمريكية كل هذا في الحقيقة هي جسور تواصل أنا في زعمي أن جسور هذه التواصل فعالية هذه الجسور تنبع من أكثر من نقطة ولعل من أبرز النقاط هو درجة التفاعل الموجودة حاليا يعني في طرفي العلاقات السعودية الأمريكية ودرجة التناغم في الأهداف في الرؤى استراتيجيا إقليميا حتى بين الشركين الكبيرين المملكة العربية السعودية في موقعها وفي محيطها الإقليمي وبأبعادها الاقتصادية والثقافية والروحية ولكن في التعادل الأمريكية كقطب لاعب للسياسة اليوم حقيقة كل الصور النمطية في زعمي أن الدبلوماسية السعودية الحضور السياسي السعودي عبر الإعلام عبر المشرعين في المؤسسات الأمريكية عبر الإعلام الأمريكي عبر لقاء القيادة واللقاء سيتم اليوم كل هذا حقيقة يبدد كثير من الصور دائما في السياسة إذا أردنا تبديد صورة علينا إحضار صورة أخرى يعني اسم الأمير يحمل وهذه زيارة المباركة تحمل يعني كم كبير حقيقة من الروابط الاقتصادية وهذا إحدى يعني النهج السعودي الحديث بربط علاقات المملكة مصالح المملكة مستقبل المملكة بشركات بشركات حقيقية ليست شركات وهمية أو اتفاقيات لا توقع هناك شركات على الاستثمار الاقتصاد الطاقة يعني أشياء أخرى كثيرة هذه كلها في تقديري تعيد نهر العلاقة التاريخي وتعيده بقوة حقيقة وربما تكون هذه الزيارة ويعني هذا ما سنعرفه عندما تنتهي إن شاء الله من ثمارها تكون زيارة حقيقة مفصلية في العلاقة بالجانبية ترجمة نانسي قنقر